تأجيل الانتخابات معناته كارثة على العراق فسيتربع الفاسدون على الكراسي مرة أخرى يدق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ناقوس الخطر خوفا من أن يحول تأجيل الانتخابات العراق إلى كارثة كبرى ويفتح النار على الفاسدين بقطع الطريق المؤدي إلى رئاسة الوزراء أمامهم رئاسة الوزراء يجب أن تكون إصلاحية انتخابات مبكرة والتخلي عن العنف لم يكن مجرد نصح وإرشاد إنما أعلن الصدر ضرورة تهيئة الديمقراطية لإنجاح العملية الانتخابية التنافس من خلال الحوار حديث يأتي في وقت يحذر صناع السياسة في العراق من تكرار مشاهد سابقة أودت بالحياة السياسية إلى حالة احتضار وموت في بعض مفاصيلها الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة نقبل به عمر مرغوب لكن الصدر جاء بتأكيد وتأييد للإشراف الأممي التي سعت الحكومة له لضمان حق الشفافية والنزاهة تأييد الصدر يؤكد أهمية الإشراف الأممي كخطوة في المسار الصحيح برقية أخرى أرسلها الصدر في المؤتمر الصحفي إلى الأمم المتحدة لرأب الصدع بين الفرقاء في العراق لكن حديث رجل الدين والسياسة في مدينة النجف ضمن مؤتمر يضع فيه الخطوط العريضة يعيد للأذهان مطلب العراقيين في احتجاجاتهم التي اندلعت عام 2019 مطالبين حينها بانتخابات تشريعية نزيهة تصنع طبقة سياسية تنهي زلاق العراق في محيط المجهول والمحظور ويطمح العراقيون لإنجاز مهمة ديمقراطية في غاية الضرورة والأهمية للوصول إلى وقت العلم الذي ينهي أضخم المشكلات التي صنعت واقعا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا يهز البلاد بكل تفاصيلها ترجمة نانسي قنقر